من الكابتن سعد الشهري إلى لاعب سعودي نجم وهو ظهر وبرز بشكل كبير السنوات الماضية وتفاعلت أيضا مع الجماهير السعودية فجأة تقهقر هذا اللاعب وانخفض مستواه وتحول من دور المحترفين إلى الأولمبي نتابع هذا التقرير عن الكابتن والنجم مصطفى بصاص من إبداعات زميلنا ومعدنا حسين القحطاني بذغ نجمه مبكرا توقع الجميع منه الكثير كان على موعد مع التألق ولكن سرعان ما غاب التذبذب في المستوى تارت العافة واخرى يجب حتى وصل به الحال إلى الفريق الأولمبي بالنادي الأهلي إنه مصطفى بصاص أهم شيء هي ثلاثة قاط حكيت كان فيه رهاق وتعال الآن زي ما أنت عارف الدول حق الأولمبي بتوقف وهم شيء ثلاثة قاطة أنك تفرق يعني تقرب من المصدر الإهلال المقتدين إن شاء الله الجاية يحسن في ذلك مصطفى الهدف كان بلمسة جميلة رجعت لمسات مصطفى بصاص اللي يمكن وحشنا كثير يمكن أول ما شفتك قبل بداية المباراة قلت مصطفى وحشتنا كثير لمسات رجعت المستوى الجميل رجع من مصطفى الحمد لله لكل حال زي ما قلتلك في التمارين أكيد بنتمرن علينا نحن الشباب ما قدرت أشارك من بداية المباراة لأنه كان عندي صابة ندري بقال نحتاجك آخر 20 دقيقة 25 وإن شاء الله أنك سوي الفارق وحمد لله سويت الفارق مع أخي غريب الحمد لله لك وزي ما قلتلك في البداية الهلاك كان فارق خمس نقاط نحن فقربنا الفارق نقطتين الحمد لله مبروك الجمهور الأهلي إن شاء الله أنه الجاي حسن بإذن الله بعد التوقف بإذن الله ما أنك جبت سيرة جمهور الله لجمهور الله ليس لعنك إن شاء الله بإذن الله قريب بإذن الله دعواتكم إن شاء الله حسب ما وصلني أنه مصطفى راجع مقريب لتمثيل صفوف الفارق الأول في النادي الأهلي بس فترة الإعداد للأصابة الأخيرة تنتهي وراجع مصطفى مرة والله إن شاء الله والله ما في شي جديد معني ما عندي خبر ولا عندي إن شاء الله نقول الله يكتب لي فيه الخير إن شاء الله لأنه نستمر بيدنا زمينا حسين القحطاني قدم لنا هذا التقرير الذي يلخص لنا حالة نجم من نجوم الكرة السعودية التي انخفض مستواها وتحول وتقهقر من دور المحترفين السعودي إلى الأولمبي بعد أن كان اسما تردده كل المدرجات السعودية وتفتخر فيه وكان يسرح في الكثير من البطولات الكبيرة والهامة وأيضا حتى مع بطل الدوري الأهلي الآن أصبح في الأولمبي مؤكد بأن هناك رأي وتعليق لضيوفنا لكن بعد هذا الفاصل